في الحياة علماءنا في الخارج نجاحهم منور ومشرة في الدنيا كلها النهاردة حابين نشاور على واحد من أهم العلماء المصريين في الخارج واللي مقيم تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الدكتور محمد محفوظ أستاذ الهندسة الطبية بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية الحياة هو واحد من رواد صناعة الأجهزة الطبية الحديثة المبتكرة واللي بتشتغل بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة المستخدمة في العمليات الجراحية في العالم هنعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع هذا بالتحديد من الدكتور محفوظ اللي منورنا دلوقتي عبر تطبيق سكايب صباح الخير على حضرتك أهلا بيك صباح الخير يا فندم أهلا وسهلا صباح الخير دكتور يعني حضرتك كنت موجود في مصر من كم يوم وكان فيه لقاء جامع بحضرتك بوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين حول الاستفادة من توطين صناعة التكنولوجيا المتطورة في مجال الهندسة الحيوية إيه اللي تم في هذا الاجتماع وإزاي مصر تقدر تستفيد من هذه الخبرات هو طبعا أنا أحب أن أنا أشكر السفيرة سوها جندي لأن الاجتماع ده كان تم ترتيبه من فترة وأنا حياة كنت موجود في يونيا في مصر بس لم يسمح الوقت لكن أنا عايز طبعا أشكر السفيرة لأنها كانت خدت من وقتها وقت كتير الحقيقي علشان تسمع للإقتراحات اللي أنا كنت بتناولها في هذا الاجتماع فأنا بس في لحظة واحدة فيه إيكو في الصوت إحنا الصوت عندنا تمام تمام أوكي طب ممكن بس لو حركب شغل التلفزيون يريد تقفل الصوت طيب أوكي وتسمعنا من خلال من خلال الكمبيوتر أو اللابتوب اللي بتكلمنا منه دكتور محمد أيوة سامعنا كويس أوي أنا سامع كويس أوي فالحقيقة كان الاجتماع كان الاجتماع جميل جدا أنا كان عندي عدة اقتراحات أنا كنت بحاول من فترة طويلة أن أنا أعمل شغلة مصر من ناحية أن أنا أنقل بعض من اللايسنزز والشغل اللي أنا عملته مع الشركات برا على أساس نقل خبرة وكان الفكرة كان فيه صعوبة من ناحية مين اللي قابله مين اللي أتكلم معاه والحقيقة أن السفيرة صهة عملت مجود كبير أنها وصلتني بعض الوزارات الأخرى وبعض الأجهزة اللي هو ممكن أن نتمت التخطب معها أو أن إحنا إزاي نقدر نعمل حاجة زي كده في مصر كويس طب حرك ليك أكتر من 150 براءة اختراع في هذا المجال يا دكتور لو تكلمنا عن أبرزهم وإيه اللي ممكن يعني يفيد عالم الطب جوة مصر في المستقبل هو أنا عندي براءة اختراع في عدة مناطق أو عدة دي نقول مجالات في الهندسة الطبية ولكن طبعا من ضمن الحاجات اللي هي أبرزهم كانت نحور هذا اللقاء هو إزاي استخدام المجالات الجراحات الدقيقة زي ما نقول مثلا في جراحات العظام أو في جراحات الجنجمة والوجه التحديدا لما تبقى فيه عمليات صعبة من على سبيل المثال لو مش نقول بس إن يحصل حوادث أو سرطان متقدم فعملية الريكنستراكشن بتاعت اللي بيسميها احنا كارينيو مجديد وفيشل اللي هي الجنجمة يعني والوجه وريكنستراكشن الصوف فيش الانسجة دي عملية منظومة صعبة جدا وما أعتقدش إنها بيتتم أو على علمي على مطاب ضائع جدا أو إمكانك بيتتم في مصر ولما بيبقى الناس بتسافر برا عشان تعمل عمليات الدقيقة جدا لكن أنا في خلال السنوات اللي فاتي اشتغلت في أحد المجالات طبعا اشتغلت في هذا الموضوع من بناء التكنولوجيا بالكامل من ناحية تكنولوجيا إزاي إن يحصل عمليات تخطيق العمليات دي إزاي يتم إنتاج الشرائح والأدوات اللي يتم استخدامها إزاي يتم عمل هذه الأشياء إن هلا عمليات دي يتم تحققها وطلع العمليات دي بيتم بيكون عمليات النوضة تحديدا بيتم بعيدة تخاصصات مع بعض يعني حتى بيدخل بيبقى ساعات الطبيب وبيبقى باستلر بيدخل مع الأورثوكيد بيدخل مجموعة يعني ولكن اللي إحنا بحاول إن إحنا نعمله الحقيقة إن إحنا ننقل الخبرة والتكنولوجيا لنفس وكان السبب الأساس اللي خلاني أتوجه إن أنا أحاول أعمل حاجة في مصر إن من فترة بسيطة يعني جم مجموعة من الشباب المصري شركة اسمها متصاف جاتت تعاملت معي على الأساس إن هم يعملوا شوية شغل من ناحية البرامج وشوية التصميم وأنا تقريبا ما كنتش عمري ما تعملت جوى مصر مع أي مجموعة من أو ما عنديش فكرة أن في خبرات مصرية موجودة في هذا المجال طول الوقت إن إحنا بنشتخدم دائما من شركات من الهند أو من ديجيكا أو من البرازيل فكان التعامل الحقيقة أنا ما كنتش متوقع كده إيه اللي هما وفروا يا فندم إنت حسيت إنه يعني إيه اللي هما وفروا حسيت إن إحنا عندنا دلوقتي شركة مصرية قادرت تقدم سيرفيس معينة خلييني أقول بتقنية متطورة إيه الحاجة المختلفة اللي عشان كده اشتغلت معاهم جميل هبا كان الحقيقة المجموعة متصاف دول كان عندهم صافتوير يعني بيقدروا يعملوا الصافتوير الصافتوير الطبي على فكرة ده بتتطلب مش زي أي صافتوير بتتعامل إنه طبعا لازم بيدخل على ستاندرد والستاندرد دي لازم تبقى إنه يدخل على الموصفات المطلوبة مثلا بالFDA اللي هي ما يوازي أعتقد اللي هو في الولايات المتحدة وفي أوروبا فاللي هما قدروا يعملوا إنهم يدروا إنهم يوصلوا لنفس المستوى لشركات أعدم أو مجموعات أعدم طبعا الهند إحنا لازم نعرف إنها من أكبر الدول اللي تعمل برامج صافتوير وفي المجالات دي إحنا بنتكلم صافتوير لأجهزة طبية معينة صح؟ آه لا صافتوير هنا بقى بيشمل أجهزة طبية بيشمل تخطيط العملية مثلا إزاي التصميم بتاع الشرحن كل مريض ميه وضع مخصص يعني مريض معقدة منظومة كاملة معين تخطيط العملية من الأشياء المقطعية إلى تصميم نفس الشريحة أو المفصل اللي حيرك ويجب أن يتم عمليات صعبة في المندبل اللي هو الفك يتجي تركيبه بالكامل ويجي أجزاء من مناطق قوطة في الجسم إزاي الممكن يكون في الكتفة أو في الرجل ويتتاخد عظام وصافتوير من النحيات فلازم بيركب عليها شرائح بتخص هذا العملية سبسيك وده لازم تعملها تصميم التصميم ده بيشترك مع الصافتوير مع البرامج نفسها وتصميم ميكانيكي فهما الولاد الحقيقة كانوا في ناحيتين فقدروا أنهما يوصلوا للمستوى أنهما نقدر نتطمن عليه وده شجعنا الحقيقة شجعنا أنا شخصيا والمجموعة البحث اللي شغالة معايا أنهما نحاول أنهما نزاود بعد مرحلة تانية أنهما ممكن مش بس أنهما بيعملوا برامج ما ننقل الخبرة بالكامل منها التصميمة بالكامل في مصر وده كانت نقطة الحوار مع السفيرة سوعة على أساس الإمكانيات اللي موجودة في مصر لو حاولنا أنهما نجيب نعمل هذا التخصص في مصر ومن ناحية الإمكانيات الصناعية أو النواحي اللي هي الخبرات الطبية نفسها إذا كان نحتاجها تدريب وبناءً عليه سكن نحور حنعمل إيه؟ يعني حضرتك اللي فهمته أن حضرتك يعني عملت نوع من أنواع جس النبض مع الشركة المصرية دي ولقيتها يعني موازية لإمكانياتها في الهند طب إحنا يعني هل في بروتوكول تعاون تم توقيعه؟ هل نقدر لولن إحنا حنصنع؟ لا حيتم حضرتك هو اللي حصل إن فيه المرحلة الثانية اللي هي جاية في مارس حيتم مقابلة مع بعض الوزارات المختصة منها ممكن تكون وزارة الصحة ووزارة الإنتاج الحربي ومع برضو مجموعة من المصريين اللي هم قردي ابتدوا في محاولات برضو ابتدوا عن طريق وزارة الهجرة ويتكلمه دلوقتي مع وزارة الصحة إن هو يتمي فيه عمل مستشفى ما كانش داخل فيه هذا الكلام بس هم مع كلامهم معاية الفترة اللي موجودة يحبوا إن هم ياخدوا التخصص ده برضو يكون ضمن الكلية التطبق اللي هي حيتم إنشاءها مع المستشفى اللي حيتم إنشاءها ففيه كلام وفيه بروتوكول يتمي دلوقتي منقشة عليه وحيتم تحديد معادة إن أنا أنزل في مارس ممكن يتمي فيه معادلة بعض المسؤولين على أساس إزاي نقدر نحرك هذا الموضوع موضوع ده يتطلب طبعا زي ما نقول إن أنا الفكرة عندي إن أنا عايزة التكنولوجيا في مصر التكنولوجيا دي بتيجي منها عن عن طريق نتيجة طرافية معينة من بعض الشركات ومني أنا شخصيا من الحاجات اللي أنا بعملها اللي هي طبعا جزء منها براءة الإختراع اللي كلمنا عليها بالتوازي يا دكتور مع الشركة المصرية اللي حضرتك بتتعامل معها دلوقتي وهيتم طبعا توقيع بروتوكول تعاون ما بينهم فيه كمان دلوقتي إن شاء الله فيه كمان دلوقتي مهندسين مصريين شباب حضرتك شغال على تدريبهم إحنا نفسنا نشوف يعني بالحب قوي نسلط الضوء على ده لإن إحنا نفسنا نشوف مصر عنده اكتفاق ذاتي من كل حاجة من الصناعة من بذات المجال ده بالذات مهم جدا الهندسة الطبية النهاردة الشباب اللي حضرتك بتدربهم وصلتوا لغاية فين هل النهاردة يقدروا ياخدوا الراية زي ما بيقولوا ويكملوا هما الطريق ولا لسه شوية عرفنا الحتة دي وصلنا معهم لا لا هما قادروا أقول إن هما قطعوا شوف طويل جدا جدا وأعتقد بالوقتي إن أنا شخصيا إن أنا طبعا هو كان بالنسبة لي كان فيه نسبة مخاطرة أنا ممكنش عارف إذا كان هما حيقدروا يبقوا على مستوى فهو لازم يكون على مستوى الكواليتي إحنا دي كان ده من الكواليتي للنقطة الأساسية هل الاتقام في الكواليتي هل هو حيبقى على مستوى اللي إحنا بنتكلم عليه اللي هو مطلوب الحقيقة منهم وصلوا يعني أنا أدري أقول إن دوقتي إن أنا عندي يعني هما السبب الحقيقي اللي خلاني أفكر إن أنا أنزل وبعد كده إذا كان فيه قاعدة من الشراء وهم عددهم كبير من الزغيرة ونتعملت مع عدد الولاد دول يمكن يوصل عددهم أعطاك 80 أو 90 متوازعين على مستوى الجمهورية ففي الحقيقة أنا كنت ده كان أحد الدوافع الأساسية إن إحنا إيه إذا كان كده بقى إذا كان فيه شباب يقدر يعمل كده ما نحاول بقى ننقل التكنولوجيا كلها لمصر نتمنى نعمل صحيح نتمنى نعمل طيب حركة إزاي استخدمت الزكاء الصناعي في أبحاثك ومشروعاتك دكتور ونقدر نعول نعول على القصة دي بنسبة كم في المية على فكرة الزكاء الصناعي عايز أقول لحضرتك حاجة التكنولوجيا بصفة عم التكنولوجي هي مش مشكلة هي المشكلة إنك إنت تبقى عندك منظومة كاملة يعني أنا مثلا حديث مثال صغير من ضمن المصانع اللي إحنا بنشتغل فيها مصنع في فلنجيكا بالكلام ده هو الشباب زي بعض هم برضو متخرجين من هندسة طبية لكن الفكرة أنه بيبقى مثلا إيه اللي يفرق عنهم وعننا أنه بيكون في منظومة يعني مثلا نحن بنعمل خط الانتاج أو البروزيسين بتاع الشرائح مثلا هي طلعة علشان توصل للمستشفى والتعقيد فبيبقى ممكن نفسهل جدا أنه نقول إيه طب إحنا عايزين نعمل اوتوميشن زي ما أنت بتقول AI عايزين نعمل ميكانف جول فبيبقى دايما موجود شركات تانية أو مجموعات تانية تقدر تعمل لك مثلا تدخل روبوت في الحتة دي أو ما تدخلش روبوت في الحتة دي لكن في مصر ما بتقاش عندك زي ما بيقول لازم تجيب المنظومة كلها فده اللي احنا بنحاول نعمل أما بالنسبة للذكاء الصناعي فانا بالنسبة لاتخدام التطبي هو زي ما حضرتك بتقول العمليات دي فتطلب وقت شريع يعني ايه دي عملية إما مثلا حد عمل حصة ضخمة ويتم تركيب الواجه من ناحية بالكامل أو مثلا فيه مريض فيه سرطان ومحتاج انه هو يتعمل له عملية انه هو يتم زالة الجد وبعدين تكتيب الفك عن طريق اغس soft tissues والgraph من حتة ثانية فالسرعة في العملية دي تتطلب انه هو الذكاء الصناعي بيدخل انه يكون عنده خبرة تدريبية على الفلات دي ايه اذا هي تقنيات حديثة جدا طبعا وصلها العلم احنا بنشكرك جدا دكتور محمد محفوظ استاذ الهندسة الطبية في جماعة تانسي بالولايات المتحدة الامريكية وان شاء الله نشوف هذه التقنيات الجديدة بنفذها مهندسين مصريين طبعا بعد ما حضرتك اكيد تقوم بتدريبهم بنشكرك مرة تانية